قطعاً يعني كان فيه هناك تأخير وأنت لا تنسي في السنوات الماضية أوروبا كانت تعاني من مشاكل كثيرة والاتحاد الأوروبي أيضاً كان على المحق بمعنى كان فيه هناك خروج من الاتحاد الأوروبي بريطانيا بريكزيت كان فيه هناك احتمالية إلى حد ما قد ينهار الاتحاد الأوروبي كان فيه مشكلة في العلاقة فيما يسمى في الحلف الأطلسي كان في علاقة في مشكلة ما بين بريطانيا عفوا ما بين أوروبا وبين أمريكا حتى في إدارات مختلفة كلنا يذكر أوباما وقدوم أوباما ومسألة بمعنى التوجه نحو آسيا ثم جاءت إدارة ترمب وفي إدارة ترمب حصل كثير من التوترات حقيقة وفي مسألة حلف الناتو فبعتقد هذا بتقدير الخاص أن المشاكل التي كانت تعاني منها أوروبا وما زالت إضافة إلى تدبذ بالعلاقة الأمريكية الأوروبية ساهم كثيرا في عدم التحضير لمثل هكذا سيناريوهات رغم أن السيناريو الروسي أو حتى بديش حصلها في مضوع سوريا هناك نزعات تغييرية هناك تحول في القوة بهذا الجانب والسلوك الروسي ليس بجديد في مسألة النفوذ شفناه في 2008 في جورجيا 2014 في أوكرانيا وكان واضح حقيقة من منظور ريال بوليتيك من منظور واقعية سياسية روسيا دولة صاعدة دولة تريد أن تستعيد نفوذها التاريخي وكانت كثير من التصريحات التي كانت تصدر من بوتين اعتبر أنه انهيال اتحاد السوفيتي خطأ استراتيجي كبير اعتبر مسألة أن توسع الناتو باتجاه الشرق خطر كان هناك الدلالة واضحة جدا لكن زي ما حكيت كان في مراهنة على عملية خلق اعتمادية متبادلة اقتصادية روسية وبالتالي تهدي